نستعرض الآن مشاهدين نماذج من القضايا الصادر بشأنها أحكام قضائية بالإدانة في العام 2021 إقدام أحد الموظفين على طلب رشوة واستغلال منصبه لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره من خلال قيامه بتسهيل إجراءات إسناد أعمال بعض المناقصات وتحصله على منافع مالية وقد صدر الحكم بآكل آتي إدانة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه نحو 21 ألف ريال عماني والعزل من الوظيفة وحرمانه من تولي المناصب العامة الحالة الثانية مشاهدين إقدام أحد الموظفين بأخذ رشوة مالية من بعض المواطنين مقابل القيام بتسهيل إنجاز بعض معاملاتهم الإسكانية وقد صدر الحكم بالآتي إدانة المتهم بطلب الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة وسجنه من أجل الأولى مدة سنتين وتغريمه للحق العام بألفين ريال عماني وسجنه من أجل الثانية مدة سنة مع جمع العقوبتين من القضايا أيضاً أقدم عدد من الموظفين على استحداث جيب تخطيطي يتداخل مع قطع أراضي مملوكة لبعض المواطنين وذلك بغرض التعويض والمنح لقطع أراضي سكنية وقد صدر الحكم مشاهدين بي إدانة المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية وجناية استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره وجنحة إساءة استعمال الوظيفة وقضت المحكمة بالسجن سنة عن الأولى وبالسجن سنة عن الثانية وعن الثالثة السجن ستة أشهر وبراءت أحد المتهمين من القضايا أيضاً إقدام أحد الموظفين بإساءة استعمال وظيفته لتحقيق منفعة خاصة وذلك بقيامه بتسهيل إسناد عدد من المناقصات في إحدى الشركات المملوكة لأحد أقاربه وتوقيعه منفرداً على كشوف تحليل عروض المناقصات والإسناد للشركة على الرغم من كونها الأعلى سعراً في بعض الحالات فضلاً عن عدم استفائها بعض شروط المناقصة وقد صدر الحكم بالآتي إدانة المتهم بجنحتي استغلال المنصب لتحقيق منفعة لغيره وإساءة استعمال الوظيفة وقضت المحكمة بسجنه سنتين وعزله من الوظيفة العامة هذه كانت بعض القضايا التي تعامل بشأنها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عام 2021 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر